شفت اللوحة دي ازاي الكدر ازاي بكل بقى عناصرها وكل مجتملاتها سواء لعبين سواء مدراء فنيين سواء جماهير سواء تحكيم سواء هنتكلم برضو في الحلقة عن التنظيم الرائع من الامارات العربية الشخيخة بكية صباح الخير عليك وصباح الخير عليك وصباح الخير عليك كل المتابعين والمشاهدين الاول مبروك لنادي الاهلي الفوز بالبطولة ال 15 لي في التاريخ المرة الرابعة على التوالي البطولة 153 في تاريخ النادي الاهلي وكلر بيعادل رقم منو الجزيم في السوبر المصري للمرة الرابعة بيحقق نفس الانجاز تيك تيكيا بقى كولر كان والنادي الاهلي بدأ بتركيز قوي جدا عايز يعوض خسارة اللقب السوبر الافريقي روح معنوية عالية جدا وتيك تيكيا بدأ كولر بغير 4-2-3-1 عن 4-3-3 اللي بيعملها كوكا وماروان عطية في خط النص اتنين ارتكاز ودور طاهر محمد طاهر كان مفاجأة صراح كان مفاجأة ولكن ليه دور تيك تيكي كان مهم جدا هجوميا هو كولر كان نقوله هو مذاكر جميز لعب بعض اكتر من مرة جميز شوية تفوق عليه كولر شوية تفوق عليه لكن انبارح كان مذاكر جميز فيه في نقطة فيه صغرى بين بنتايك وبين حسام عبد المجين انصاف المساحات فدور طاهر محمد طاهر كان بيتمركز في انصاف المساحات في الحتة دي فهجوميا ده كان دور طاهر وكان فايق جدا في البطولة وفي ماتش سراميكا سجلها ده فين فحب يستغل هجوميا في النقطة دي ودفاعيا كمان مع اكرم توفيق جبهة نادي الزمالك الشمال اللي هي اليمين بتاعة نادي الاهلي فيها بنتايك وفيها ناصر ماهر فعشان ما يبقاش فيه تفوق عددي على اكرم توفيق فكان طاهر محمد طاهر معروف بالدور الدفاعي كمان فيبقى اتنين على اتنين ما فيش زيادة عددية في ناحية التانية فيه كمان امام عشور احنا قلنا اربعة اتنين تلاتة واحد امام عشور طاهر محمد طاهر ويحسن الشحات النادي الاهلي بدأ ضغط عالي قوي جدا وده كان معود جماهير النادي الاهلي كولر عليه ولكن لفترة واليقع بدنية والاسباب كتير جدا كان بعد النادي الاهلي عن الموضوع ده ولكن امبارح ضغط عالي من اول المباراة ضغط على الاطراف وبيوجه ضغط على الاطراف المساحة ما بين الدفاع نادي الزمالك وخط النص في مساحة كبيرة حاطت فيها امام عشور وبيضغط على الاطراف من ناحية يحيي عطي الله برضو الخروج بالكرة في نادي الزمالك من المسلوسي وعمر جابر مش احسن حاجة بالضبط خاصة في شرط الاولاني فالضغط من ناحية دي كان النادي الاهلي بيقطع اكتر من كرة واجلب الهجمات في الشرط الاول جات من ناحية دي اربع تزديدات انفراضين وكورتين جوم في العرضة حتى الفاولين بتوها الكورتين في العرضة جوم من هذه المنطقة المساحة اللي بين الدفاع وكورة في القائمة وكورة في العرضة بالضغط كورة في القائمة وكورة في العرضة وانفراض حسين الشحات وكورة لوسام عبو علي كان متسايد شرط الاول كان متسايد وخلينا نقول بالنسبة كبيرة جدا مارسل كولور كان مذاكر نادي الزمالك ولعب على الصغرات اللي قلنا عليها وقفل مفاتيح اللعب في المقابل جوميز كان نازل برضو بتشكيل مختلف شوية تركيبة خط النص عند نادي الزمالك مبارح كانت مختلفة ممكن ما ساعدتهش بس هو ادرك بعد كده الموضوع وعمل تغيير كان بدري جدا كان بدري جدا نتيجة كان في الدرية 30 تقريبا يا منا 36 مصدوط في أول نص ساعة تقريبا فهو بدأ في تركيبة خط النص زياد كمال وقدامه محمد شحاته وعبدالله السعيد على أساس عبدالله السعيد يبقى صانع لعب قدام ونصر ماهر كان هو الوينج الشمال وزيزو الوينج اليمين دي ما ساعدتش الزمالك في الخروج بالكورة مع الضغط العالي القوي جدا للنادي الأهلي اللي كان بينفزه في بداية المباراة والشوت الأول قطع أكتر من كورة وهدد أكتر من فرصة زياد كمال خد انذار جميز استوعب أن فيه خطأ في الحتة دي فيه صغرة في الحتة دي مش عارف أخرج بالكورة وزياد كمال مش هيقدر أنه هو مهدد بانذار تاني وطرد لسه بدري قوي واخد انذار تدارك أخطاءه جميز بسرعة جدا وده شيء يحسب له كويس جدا طلع زياد كمال ونزل مشلاك مشلاك حطه في مكانه بقى وينج ونزل رجع تاني نصر ماهر في العم نصر ماهر مع وراج عبدالله السعيد يبدأ أن هو يقرب من دفاع نادي الزمالك عشان يعرفوا يخرجوا بالكورة وعبدالله السعيد من أكتر لعيبة في مصر اللي تقدر تحت ضغط تلعب وتخرج بالكورة بقى السلاسي عبدالله السعيد ونصر ماهر وراجع من بعض يعملوا أوفرلود ويبقى فيه بساطة يقدروا يخرجوا بها بالكورة بولتين كويرة يعني بالضبط وزيزوا يقرب منهم بقى الشكل اختلف نوعا ما في آخر الشوط الأولاني بعد التغيير ده والكورات السابتة طبعا الزمالك مميز بها جدا والكورة يمكن الهدف المالغي بداية التسلل كان من كورة سابتة من بعدها المباراة رجعت شوية متكافأة رايحة جاية النادي الأهلي كولر عمل برضو بعد التغييرات طار محمد طار الإصابة وكوكا قدم مباراة كبيرة جدا صحيح